رأيك عمر ويعني كابتن حسامة غطى بشكل كبير جداً جداً الفترة اللي فاتت بمشاكلها سواء على المستوى الإداري على المستوى الفني روي فيتوريا روي فيتوريا ماشي وجي كابتن حسام حسن رؤيتك ايه للفترة اللي جاية للكابتن حسام وحقدك لمنطقة تانية احنا بنتكلم على المسندة هل هي المسندة جماهيرية فقط ام كمان مسندة من اتحاد الكورة انه يدي الفرصة كاملة لكابتن حسام ده جزئية الجزئية التانية ما هو مطلوب من الكابتن حسام خلال الفترة اللي جاي بص يا كابتن من اخر كلام حضراء وكلام الكابتن اسامة الدعم كامل بنبض الشرع المصري لكابتن حسام حسن لو هتجيبها انت نبض جماهيري هقول لك كل الناس عايزة حسام حسن ما احتفظنا بالالقاب انا في الوقت ده بديله كل الصلاحيات اختار جهازك اختار الناس اللي كميتك هتليق معاهم اختار كل حاجة وديله كل الصلاحيات وبعدين حزبه كابتن اسامة كان بيتكلم ده بيقول روي فيتوريا وفلان 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 انت جايبه لا انت جايب المصري عشان تمشيه انت جايب المصري عشان تمشيه انت بتتلككله انت بتستنى الكابتن اهاب جلال ما نجح يعني مثلا هنتكلم عن فايه مدرب كودفوار راجل مسك منتخب فرنسا من 17 سنة 22 سنة ما عندوش خبرات بس اداءه راجل في المؤتمر الصحفي قال كلمتين انا بستعمل خبرات لعبتي وبعرف اعمل الحياة النفسية اللي عبتي مش عايز اكتر من كده اداءهم كل واحد عارف وبيعمل ايه تغييراته في الملعب ايجابي ما الراجل عمل اسمه وسطكه برده وقت هيلعب نهائي خلاص الموضوع بقى منتهي كابتن حسام حسن كابتن بريم حسن وكابتن طرق السليمان وكابتن الكاز جهاز هيعلم ان شاء الله رسم يوم الاربع خلاص بقى كلنا نلتف حوالين نجاحات هنتكلم كمصريين دعم للصناعة المصرية والاسم حسام حسن وامكانياته ونجاحاته كلاعب وفي تدريب المحل اللي كان موجود مصر وجزء منه اللي هو الاحترافي اللي كان في الاردن نمرة اتنين هندعمه كزملاء احنا هندعمه بقى كزملاء ان احنا عارفين الراجل ده عنده غيرة معينة بتوصل لعيبة الكرة ان هي ما تدورش غير الاسم على الطرف واحد بس مش على طرفين النجاح والمكسب احنا مدعمين في دي تالت واحدة هو حسام حسن الموضوع اتاخر بس جيه في وقته كابتن حسام بقى يشكله يغزله يعمله اللي هو عايزه في الفترة اللي جاية عندك ملفات ماتشين ودورة ودية في احد الدول العربية هو ده المطلوب بقى عندك فترة اعداد جاية هتشتغل سيبك بقى افصل نفسك على السوشيال ميديا وافصل نفسك قاله صلاح قاله فلان قاله علان افصل نفسك انت جايه لك تكليف وزاري بل جمهوري ان حسام حسن يقود منتخب مصر احنا بقى في النجاح بقى اول لقطة اتبسطت اول ورفعت القبعة لكابتن حسام ان انا بقعد باشوف عايز اوفر الضغط العصبي على فرق الدوري وتلاحم المواسم والمباراة اللي هي كل تلات ايام لقطة انت والحج عامر واحتوي بقى مرغوب مكروب احف عندي دي كمان لان العلاقة مهمة جدا ما بين الدوري المصري وجدول الدوري المصري والمنتخب وانا يعني بعض الاقبار كده بتتقلقى وسمعت ان الكابتن حسام حيشترك ان شاء الله في المباراة او بطولة ودية في شهر مارس في احد الدول العربية وهو اعتقد حيطلب اربع تيام زيادة هو كان المفروض حيبقى يوم 18 تقريبا التجمع ويتمرن اربع تيام ويلعب المباريات هو اعتقاد الشخص ان هو تقدم بطلب ان يكمل اسبوع يعني اربع تيام كمان يعني يخليها بدري شوية التجمع بدري شوية وده نقطة حتى اخذنا عملية التنصيق ما بين جدول الدوري وما بين الارتباطات الدولية واحنا عارفين كلنا عارفين ان الكابتن حسام حسن يمكن من مدرسة الكابتن جوهري شوية انه يحب يكون اللعيبة تحته دي اطول وقت ممكن العملية دي مهمة جدا جدا التنصيق ما بين الكابتن حسام حسن ويعني الاندية في الدوري وجدول المباريات لان انا في اعتقاد جدول المباريات يعني زحمة جدا ارتباطات كتيرة جدا جدا فدي عايزة قعدة وتنصيق بشكل جيد ونقطة مهمة جدا يا كابتن عام كل تلات يام بالزبط يا كابتن كل تلات يام مباراة يعني الموضوع مهلك يعني انت بتتكلم مش في مكان في بناء ادمين نقطة تانية كابتن الربط اللي حضرتك قلته في الفاصل ما بين كابتن علاء نبيل وكابتن حسن احنا بنقول كلها مدرسة كابتن جهري مدرسة كابتن جهري بتاعت سعين كابتن علاء وكابتن حسن وكابتن إبراهيم وكابتن الكاس وكابتن طرق السليمان حتى كابتن سعفان حتى عايزة اقول نقطة يمكنك تتناقش فينا وكابتن اسامة هي فرصة سعفان بقى ادولوا بقى فرصته ما تتكلموش في زبزبة اسماء اللي موجودين هو الراجل عارف ان كميته واسلوبه بليه مع سعفان الصغية سعفان هينجح بكل المقرس هينجح